السلام عليكم أساطير HD Action بطل فيلمينة النهاردة قاتل محترف بيقرر ينتحر بعد ما بيقتله امراته لكن لما بيشوف طفلة عبقرية الكل بيتخانق علشان ياخد معلومة مهمة منها بيقرر يحميها ويدافع عنها مهما كلف الأمر وبيبدأ فيلمينة في محطة القطر وطفلة صينية ماشية وهي متوترة وخايفة وبنعرف ان قبلها بساعة الطفلة دي واللي اسمها مي كانت قاعدة قدام زعيم عصابة روسي خطير جدا وبيسألها الزعيم عن أرقام معينة لكنها بتنكر انها تعرف هو بيتكلم عن ايه وقتها الزعيم بمنتهى القاسوة بيعرفها انه ممكن يفضل يعزب فيها بكل الطرق لحد ما تتكلم وعلشان نعرف ايه حكاية مي لازم نرجع بالزمن سنة الوراء لما كانت مي في المدرسة وقامت صححت لمدرس الرياضيات مسألة كان بيحلها غلط وقتها مدير المدرسة قرر انها لازم تدخل مدرسة خاصة بالعباقرة في مدينة تانية وده بيبقى مدايق مي لانها تفقد اصدقائها اللي تعلقت بيهم بس المشكلة الاكبر لما فجأة بتتخطف وهي ماشي مع صحابها وبتختفي تماما وعلى الطرف الاخر في نفس المدينة بيبقى المقاتل لوك في بداية قتال تحت الارض كالعادة وبينتهي به الامر ضارب المقاتل التاني بشكل اسي جدا لدرجة انه بيدخل المستشفى بسببه وبيحس لوك بالزنب وبيروح على الراجل اللي جاب له القتال وبيضربه لانه كان السبب وبيعرفه الراجل ان رغم قدراته القوية الا انه بيخسر كل القتالات اللي بيدخلها لسبب ما علشان كده جاب له شاب من على اليوتيوب يقتلوا ويكسبوا كالعادة في سبيل انهم يلموا فلوس اكتر لكن المشكلة انه بضربة واحدة لوك قضى على الشاب والزعيم الروسي كان مراهن على خسارة لوك بمبلغ كبير واكيد مش هيسيبه اما ميفا بتلاقي نفسها عند زعيم عصابة صيني خطير للغاية وبيعرفها ان حافدته معاها في نفس المدرسة وعرفته ان ميه عندها قدرات حسابية خارقة للغاية ومستحيل تنسى اي رقم تشوفه ولما بتنكر ميه انها تعرف حاجة عن اللي بيقوله بيتعصى بالزعيم الصيني وبيلغبة ارقام وهو بيأكد لها انه هيخلص على امها فورا لو ما سمعتش الكلام فبتخاف الطفلة وبترجع ترتب الارقام زي ما كانوا من الاول وبينبهر الزعيم الصيني بيها وبيأكد لها ساعتها انه يعرف بموضوع ابوها اللي اول ما تولدت سابهم وهرب وكمان امها مريضة السرطان وبيوعدها انه هيعتنب امها ويعالجها في سبيل انها تسمع الكلام وتقبل بمساعدة تشانج ابوها الجديد اما لوك فبيحاول يتصل بمراته علشان تسيب البيت فورا بعد ما عرف ان العصابة الروسية هترده لكن لما ما بتردش وبيروح البيت بيتفاجئ بالعصابة الروسية موجودة بالفعل وخلصوا على امراته لوك بيقعد على الارض حزين ويأس من حياته بعد ما فقد حب عمره وبيفضل الكل يصخر منه خصوصا لانهم جمعوا معلومات عن لوك وفهموا انه كان جامع قمامة وابن الزعيم الروسي بيأكد له انهم مش هيقتلوه وهيسيبوه يلاقي مصيره لكن لو اكتشفوا انه تعرف على اي شخص هيخلصوا عليه فورا زي ما عملوا مع امراته والحل الوحيد قدام لوك هو انه ينهي حياته بنفسه ويرتاح من العذاب ده لوك بيبقى قاعد على الارض وبيحاول يكبح جمح غضبه ومش مركز اصلا في كلامهم بعدها تشانج بيروح للنقيب المسؤول عن الشرطة في المدينة علشان يسلموا اوراق ميل جديدة باعتبارها بنت تشانج وبيبان ان النقيب طمع جدا وكل اللي هموا الفلوس ايا كان العصابات دي بتعمل ايه بس تشانج بيهددوا انه لو حاول يتعدى حدوده معاهم ما عندهمش اي مشكلة انهم يخلصوا عليه وبعد فترة بتبقى مي حافظت كل اماكن التجارة الخاصة بالزعيم الصيني وكل ما كان فيهم بيدخل كان في اليوم بالتحديد وفي يومه هم ماشيين يراجعوا على الايراد بتأكد لتشانج ان في مكان معين المسؤول عنه خسر فلوس الاسبوع ده فبيروحوا على الراجل ده وبينزلوا عليه ضرب بمنتهى العنف والوحشية ميما بيكونش مصدق اللي بتشوفه خصوصا انه بعد كل الضرب والتعزيب ده تشانج بيدخل يديله طلقة ويخلص عليه فورا وبيقرر يعين واحد تاني مكانه علشان ما يخسروش فلوس ولما بيعودوا يأكلوا بعدها بتبقى مي مستغربة طالما هيقتل الراجل كان بيعزبه ليه من الاول بس تشانج بيأكد لها انه لسه بدري عليها لحد ما تفهم طبيعة شغلهم كويس اما لوك فبعد ما بعد عن كل حاجة فضل عايش في مقوى للمشردين وواحد هناك عجبته الجزمة بتاعت لوك وعاوز ياخدها فبيحذره لوك انه لو حاول يسرقها هيخلص عليه بس بيتصدم لما المشرد بيقلع جزمته المتقطعة وبيشوف رجله فيها اصابات بالغة جدا لوك فورا بيوافق انه ياخد الجزمة وبيطلب منه يستشير دكتور في موضوع رجله ده لان حالتها خطيرة وفي الليل واحدة من اللي بيشتغلوا مع الزعيم الصيني بتروح تعرف مي انه امها ماتت بالسرطان من اسبوعين لكن الزعيم رفض انها تعرف وبتأكد عليها تفضل عاملة انها ما تعرفش حاجة علشان ما تحصل لهاش مشكلة وبتوعيدها ميه وتاني يوم لما بيصحى لوك بيلاقي المشرد مش بيتحرك فبيبص عليه وبيتصدم انه اندبح من غير ما حد يحس به وده طبعا تنفيذا للوعد الروسي ان كل اللي هيقرب من لوك هيتم القضاء عليه نهائي وبيجي مجموعة من الشرطة بعدها وبيحققوا مع لوك وبيسألوا عن اللي حصل وبيأكدوا له ان لو جي هنا مرة تانية هيعتقلوه اما الزعيم الصيني فبيجيب ورقة عليها ارقام كتير جدا وبيطلب من مي ترجعها كويس وتحفظها بس مي بمجرد ما بيبصيلها هي خلاص حفظتها وبيأكد له تشانجي على الموضوع ساعتها بيحرق الزعيم الصيني الورقة وبيعرف مي انه عنده مهمة خاصة لها في الوقت ده كان لوك بيتمشى في شوارع المدينة وواحد بيخبط فيه وبيشتمه لكن لوك بيرفض يعمله حاجة وبيمشي ولما بيروح يشتري اكل بيتفاجئ ان الراجل ده سرقه من غير ما ياخد باله وبيفضل يضحك على اللي حصله لحد ما شرطي بياخده برا المكان واول ما بيبص في وشه بيقدر يتعرف عليه وبياخده معافل عربية ومهمة مي كانت انها تروح مع تشانجي والبقيين لمكان معين تاخد منه رقم زي اللي حفظته وتسلم الرقم التاني لكن فجأة عربية بتهجم عليهم وبتخلص على كل الحراس وقتها تشانجي كان عايز يقتل مي لانه ما ينفعش ياخدوها منه لكن ما بيلحقش وبيخطفوا مي بالفعل اما لوك فكان في مكان مقطوع مع مجموعة من افراد الشرطة نازلين ضرب فيه بمنتهى القوة وده لانه كان شرطي معاهم قبل كده بس خانهم متردوه كمان مصالحهم بقت نفس مصالح الروس اللي مش طيقين لوك حتى بعد ما قاتلوا مراته وبيطلبوا منه افراد الشرطة يقتل نفسه ويرتاح لانه طول ما هو عايش مش هيسبوه وبكده اصبحت مي عند الزعيم الروسي اللي بيفهم انها زكية ومش هتخاف من التعذيب علشان كده بيخليها تقابل البنت اللي قلت لها على موضوع موت امها وبتفهم مي انها كانت عميلة للزعيم الروسي ولما بتحاول البنت تطلع منها الارقام بتتعصب عليها مي لانهم خلاص خدوا منها اللي هم عايزينه هيخلصوا عليها وبالفعل لما بتقولهم البنت ان مي مش عايزة تتكلم بيخلصوا عليها في الحال بس فجأة بتوصل الشرطة للمكان ومعاهم بلغات كتير بالازعاج طبعا الكل بيستعد بالسلاح علشان لو دخلوا يطلقوا النار عليهم في الحال وبيتصل وقتها تشانج على النقيب وبيتضح ان هو اللي طلب منه يعمل كل ده مع الزعيم الروسي وياخد البنت مقابل الفلوس وطبعا الزعيم الروسي فهم الموضوع وبيتصل على النقيب يعرض عليه سعر اعلى مقابل انه يمشي رجالته من المكان ومي وسط الكل ده بتستغل الموقف وبتهرب منهم فورا اما النقيب فبيتفاوض مع تشانج علشان يستفيد باقصى مبلغ ممكن وبيتصل النقيب على اتباعه يبلغهم بمواصفات الطفلة مي لانه عاوز يعرف اللي عندها هي كمان الزعيم الروسي بيعرف اللي بيعمله وبيأكد له انها هربت منهم وبسبب رجالته مش عارفين يطلعوا يدوروا عليها وقتها بيتفق الاتنين على هدنة لحد ما يلاقوا الطفلة بامان وبالفعل الشرطة كلها بتغير اتجاهاتها وبتطلع تدور على مي تشانج هو كمان بعد ما الزعيم الصيني بيزعق له بيقرر ينضم للحرب السلاسية دي وفي الوقت اللي كان لوك مستني القطر ييجي علشان يرمي نفسه ويخلص من حياته بيشوف الطفلة مي قدامه وبيحس انه لسه في امل وبيقعد يفكر شوية وقتها بيلاحظ العصابة الروسية بتدخل المحطة ومي بتحاول تستخبى منهم واول ما بيشوفها ركبة القطر وهم ركبوا وراها بيقرر يتدخل وبيطلع لوك يجري ورا القطر باقصى سرعته لحد ما بينجح انه يلحقه وقبل ما العصابة تخطف مي بيدخل عليهم لوك وبينزل فيهم ضرب بمنتهى القوة والغضب لوحده ورغم عددهم الا ان لوك كان في مستوى مختلف تماما وبيقدر عليهم بمنتهى السهولة وبيحاولوا واحد ورا التاني انهم يقربوا منه لكن بيفشلوا لحد ما بيكسر درع واحد فيهم كان بيهدده بالمسدس وقتها الراجل بيتعرف عليه وبيقول انه جامع القمامة فبيتهمه لوك ان معلوماته غلط لانه بيتخلص من القمامة مش بيجمعها وبيديله طلق يخلص عليه في الحال وبياخد المحفظة بتاعت الراجل وبيروح يشوف مين الطفلة اللي بيجري وراها دي وبيفضل لوك يرجع بسبب انه بعد عن العنف من فترة طويلة وما كانش حابب يرجعله بس مي بيتخاف منه وبتطلع تجري فورا وقتها الشرطة بتشوفها وبيحطوها في العربية معاهم علشان يسليموها لتشانج بس بيظهر قدامهم لوك فجأة وبينزل على الاتنين ضرب بمنتهى القوة وبيلاحظ ان العصابة الروسية هي كمان وصلت فبيحط مي في العربية وبينطلق فورا من هنا وهو مش فاهم الطفلة دي عملت ايه الكل ده وبيفضل الكل يطارد عربية لوك طمعا في الحصول على الطفلة المعجزة لحد ما بينزل لوك من العربية وبيخلص على كل الرجال اللي بتجري وراه وبيطلب من مي انها تمشي وراه لانه لو سابها هتتمسك فورا وما بيبقاش قدام مي حل تاني غير انها تسق فيه وتتحرك معاه وقتها النقيب بتوصله الاخبار وبيتصدم ان لوك هو اللي اخد البنت ولوك في الوقت ده غير هدومه وخدمي على فندق معين باسم الراجل اللي اتلته بس ما يعرفش انهم حطين جهاز تتبع مع مي علشان يقدروا يوصلوا لها بسهولة وقتها بتشرح له مي موضوع الارقام اللي الزعيم الصيني خلاها تحفظها وبتحكي له كمان عن امها اللي ماتت وازاي خطفوها بسبب القدرة الفريدة اللي عندها ورغم ان مي ما تعرفش الارقام دي بتاعت ايه الا ان لوك الخبير بيفهمها انها رمز الكلمة معينة خصوصا ان في ارقام معينة متشابهة في الورقة اللي شافتها مي في الوقت ده شانج بيوصل الفندق وبيدخل يعمل فوضى في المكان علشان يعرف مكان لوك والطفلة وبيلاحظ لوك الموضوع وبيفهم انهم عرفوا مكانه بسبب التليفون اللي مع مي وبياخدها وبيحاول يهرب بها فورا من المكان واستضرب النار اللي في كل اتجاه بين الكل وبيدخل في قتال شارس جدا مع العصابة الصينية وبينجح بفضل قدراته الممتازة انه يقضي عليهم بكل مهارة بس تشانج بيمسك مي وبياخدها يسلمها الواحد من رجالته علشان يهرب بيها وقبل ما يقتله لوك بيمسك واحد من رجالته وبينط بي من الشباك بعدها بينجح تشانج انه يخرج بمي وسط الحشد الكبير بس الشرطة بتشوفه وبتتبدل معا اطلاق النار بس في النهاية بينجح انه ياخدها وبيمشي اما لوك فبيطلع تليفون الراجل اللي قتله وبيتصل على ابن الزعيم الروسي من خلاله وبيفهمه انه اخد الارقام من الطفلة وعاوز يقابله علشان يقوله عليها فبيوافق الراجل وبيعرفه المكان اللي موجود فيه اما النقيب فبيروح للعمدة اللي بيبقى متضايق من التجاوزات اللي بيعملها النقيب وفريقه ولما بيعرف بموضوع لوك بيتصدم لانه لوك مش شرطي عادي العمدة بنفسه هو اللي كان منظمة خفية وخطيرة جدا علشان تبعت له مقاتل قوي يقدر ينضم للشرطة ويخليه يحكم قبضته على المدينة وده بالفعل اللي حصل وبعته له لوك لكن لوك رغم كل حاجة كان نزيه ولما عرف باللي النقيب ورجالته بيعملوه والرشاوي اللي بياخدوها بيرفض الموضوع وبيهددهم انه هيبلغ عنهم ساعتها النقيب والكل تعاون ضده علشان يبعدوه عن السلطة تماما وبيطلب العمدة من النقيب يعمل كل اللي يقدر عليه علشان يتخلص من لوك ويرجع طفله اما ميفا بتوصل عند الزعيم الصيني اللي بيسألها اذا كانت قالت حاجة عن الارقام ورغم انها بتأكد له انه محدش عرف حاجة الا انه مش بيصدقها وبيهددها بقتل امها طبعا ميزا كية وعملت انها مصدقاء وفضل التعاية لحد ما صدقها بالفعل اما لوك فبيدخل المالها اللي قاعد فيه ابن الزعيم الروسي وفورا بيتخلص من الحارس بتاعه بمنتهى القوة وبعدها باقي الحراس واحد ورد تاني بلا تردد لحد ما بياخد ابن الزعيم في عربيته وبيتحركه من المكان وبيتصل على الزعيم الروسي ساعتها علشان يعرفه ان ابنه معاه وهيعذبه بكل الطرق اللي ممكن يتخيلها لحد ما يعرف اللي هو عايزه وقتها بيخاف الزعيم فعلا وبيوافق يسمعه فبيبلغه لوك انه عاوز يعرف ايه اللي جوه الخزنة اللي مي معاها ارقامها وبيفهم من الزعيم الروسي ان الخزنة جواها 30 مليون دولار والرقم التاني اللي كان المفروض يحفظه لخزنة برضه بس فيها معلومات تساوي ملايين الدولارات وبيضطر الزعيم يحكي له كل حاجة في سبيل انه يسيب ابنه عايش وبيستغرب الابن ان لوك بالمهارة دي وكان قادر يموتهم لما قاتل امراته بس ما عملش كده فبيسيبوا لوك في شنطة العربية وبيبدأ يتحرك وبيروح يقابل النقيب وافراد الشرطة اللي تابعوا وبيحكي لهم عن موضوع 30 مليون دولار وبيحرق ورقة الرمز قدامهم وبياكد ان الرمز بقى في دماغه بس فمش هيعرفوا يخنوه وبيطلب مساعدتهم انه يوصل للخزنة وهيقسموا الفلوس على بعد ساعتها وبيفقر النقيب شوية وبيوافق لان المبلغ كبير وبيستعدوا كلهم فورا وبيهجموا على الملها الليل اللي جواه الخزنة وبيبدأوا يقتلوا في كل اللي بيقابلهم ولما بيتصاب واحد منهم بيقتلوا النقيب علشان يقلل اسمة الفلوس علشان كده اول ما بيوصلوا للخزنة بيخليهم لوك يرموا الاسلحة كلها علشان ما يغضروش به وقبل ما يفتح الخزنة بلحظة بيطلع سلاحه بيخلص عليهم كلهم وبيصيب النقيب في دراعه وبيخليه كمل فتح الخزنة وبيعب الفلوس في الشنط عشان يتفاجئ الكل بعدها ان النقيب خارج ومعه لوك والفلوس وبيأكدوا انهم في حرب عصابات وبياخدوا العربية وبيتحركوا فورا لوك بعدها بيرمي النقيب في شنطة العربية وبيكلم مساعد العمدة الخاص واللي كان بيشتغل معه في المنظمة الخطيرة قبل كده وبيعرفوا لوك ان الفلوس معاه وممكن يدهاله فبيحكي له المساعد ان القرص الصلب اللي في مقابل الفلوس عليه معلومات وبيانات خطيرة جدا لكل العصابات وبيتفقوا انهم يتقابلوا ويتبادلوا الفلوس والمعلومات بس بشرط ان المساعد يجيب ميهية كمان علشان كده بيروح المساعد يقابل تشانج على اساس انهم هيتفوضوا وبيطلع قلم وبيخلص عليهم كلهم بسرعة البر وبتشوف مي وقتها تشانج وهو بيموت قدام عينيها اما العمدة فبيتفاجئ ان لوك وصل لمكتابه وبيهدده بالقاتل لحد ما بيخليه يطلع القرص الصلب ويسلمه له فعلا علشان تاني يوم يروح لوك يقابل المساعد ويتمم الصفقة معاه بس المساعد فهم اللي عمله لوك وانه بعده عن العمدة علشان يقدر يدخله بسهولة وبيرمل الاتنين الاسلحة علشان يدخلوا في قتال بالايدي لكن مي الزكية بتمسك المسدس وبتضرب على المساعد ومن بعدها لوك بينهي حياته تماما وبيرجع للنقيب وبيسلمه فلوس وابن الزعيم الروسي يقبض عليه ومي بتبعد جواب للزعيم الروسي ومع الفلوس لكن نقصين 500 الف دولار وبتأكد له ان دول مقابل تعابهم ولو حاول يدور عليهم تاني مي حافظة كل ارقام حساباته وشغله وممكن تدمره وبالفعل بيقرر الزعيم الصيني يرجع بلده وكفية عليه اول حد كده اما لوك فبيقرر ان يعيش على شام مي كأنها بنته ويهتم بيها وبتعلمها ويبدأوا حياة جديدة هما اللي اتنين وبكده بينتهي في الميناء النهاردة يا اسطورة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات HD Action ترجمة نانسي قنقر